رفعت جمعية الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى بجميع فروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من أجل مواجهة موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد ويعمل مركز العمليات على متابعة حالة الطقس وأنظمة الإنظار المبكر وإرسال إشارات التجييز لفروع الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية التي تعمل بكامل طاقتها بالأحوال الجوية السيئة ويأتي ذلك من خلال نشر الفرق المتخصصة في عمليات الإنقاذ والإخلاء وقتقديم الإسعافات الأولية بجانب الدعم اللوجستي وخطوط الإمداد من المخازن اللوجستية المنتشرة على مستوى الجمهورية